يا كبات اللجنة التحكيم يا عظام يا كبار يا كل حاجة حلوة في الدنيا يا محترمين يا كل حاجة حلوة في الدنيا انتو ناس على دماغنا من فوقه كل حاجة ولكن العدالة النادي الأهلي يبحث عن العدالة لا يبحث على شيء آخر يا كابتن عصام قلنا لحضرتك مليون مرة يوم لما هيتعامل حاجة كويسة احنا أول ناس هنطلع نسقف أول حاجة ما نطلعه أول حاجة أو لما تتعامل حاجة كويسة مش معناها أن الصالح النادي الأهلي إطلاقا ولكن العدالة في التحكيم يجب أن تطبق على التمنتاشر نادي مش على النادي ولا اتنين يعني أندية أخرى بيتحسب لها كل حاجة ولكن تيجي على النادي الأهلي ويشوف اللي بيحصل مع النادي الأهلي إيه في أفريقيا وفي الدوري المحلي نخلي بال حضراتكم أنا مش عايز أقول أن المسؤول واحد هنا وهنا فمش هتعرفوا حضراتكم تقولوا آه الكرة اللي حضرتها خسرنا الدوري السنة اللي فاتت بسبب الكرة دي آه دي كرة الرجاء إمبارح دي ده ماتش إمبارح الرجاء لكن السنة اللي فاتت آه في مبارات طلع على الجيش اللي طلعها من جوة كانت شبه دي بالزبط ده هدف أكيد كان المدل آلي كسب إمبارح اتنين واحد بهذا الهدف ولكن هنعمل إيه طب يعني وبعدين وبعدين إحنا هنلعب كرة إمتى يا جماعة إحنا هنلعب كرة تعالي إحنا هنلعب كرة إمتى إحنا عايزين نلعب كرة من غير ما يكون فيه أزايز بتترمي ما يكون فيه اقتحم لملاعب ما يكون فيه عايزين نلعب كرة عايزين تحكيم عادل عايزين تحكيم عادل لو انا اتغلبت وفي تحكيم عادل حطلة اقول وسقف للحكم بالمناسبة